السلام عليكم ورحمة الله انا حسين ربا يحققكم في هذا درس سوف نشرح عن الـ Overwrite الفكرة من الـ Overwrite انه توجد ميثود في كلاس نحن ورثنا ونحن نريد عمل اخر في الميثود فيك فنعمل لها Overwrite نعطيك مثال عملي انا كان ادي كلاس اسمه Department احتوي على Department Name وكيد توجد ميثود اسمها GetInfo تجليب لمعلومات الـ Department لو جيت ذهب الـ Department GetInfo تعيد لي اسم الـ Department انا لو جيت وورثة الـ Classes الـ Department يعمل أفر الـ Classes لذلك يجب ان تكون الـ Classes هي انهرتاس من الـ Department بما انه الـ Classes هي ورثة الـ Department فها راح تحتوي على Name of Department ورح تحتوي GetInfo of Department لكن انا لو جيت في الـ Classes تدعيد GetInfo لو ادهان تعيد لي Department لها في الحقيقة انا سوف تعيد لي Department Info لماذا؟ لانها لانها تورث من الـ Department لذلك يجب ان اعمل لها Overwrite لذلك انا هنا اعمل لها اكتب الميثود في نب بنفس الاسم لذلك ساعمل لها Overwrite اذا انا لو جيت هنا GetInfo وابقت لك Reterian ايش ClassName الان رغم انه لو جيت عملت New Instance طبعا هذا String اكيد لو جيت عملت New Instance من GetInfo Class أو Classes Class سوف تستطيع ان تصل الى Name والـ ID لكن GetInfo تستطيع ان تصل الى Name والـ ID والـ Department الذي ينتمي له Name ClassName ID والـ Department هنا ما ينتمي له في نفس الوقت GetInfo لن تجلب لك معلومات الـ Department سوف تجلب لك معلومات الـ Classes لماذا؟ اننا عملنا Overwrite تلك الميثود الموجودة اساسا التي يورثت اساسا التي يورثت اساسا من الـ Department لكن هنا عملناها Overwrite اذا كيف نعمل Overwrite نفس الميثود بنفس الاسم بنفس التفاصيل نكتبها في الموروث ذلك سوف يعمل Overwrite للأصل